سيد عبد الرزاق مقري بأنه يؤجج يعني من ويزيد من حدة ربما التوتر في الساحة السياسية خصوصا بأن المعارضة أو الأطراف المعارضة هي تمارس عملها ومن حقها أن تعبر عن رأيها حتى بالنزول إلى الشارع هذا الشيء طبيعي شوف أولا أعتقد أن الأمين العام لحزب شبه التحليل لخ عمار سعداني الهدف من كل هذا ليس هو التهجم على أي طرف من الأطراف ولكن أراد أن يقول لا بد علينا نحن كتشكيلات سياسية فاعلة في الساحة الوطنية أن نعيد كل حساباتنا من أجل المصلحة العليا للجزائر ونحن في حزب جبه التحليل الوطني ثقافتنا نقول عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا للأمة والبلد نتجرد من الذات ونتنكر لها وهذه ثقافتنا أما الآن أنا المعارضة شوف نحن حتى في الدستور ممكن التنظيم السياسي الوحيد الذي طلب بأن تكون هناك مادة في الدستور تعطي للمعارضة كل حقوقها وتعطي لها دورها السياسي في الساحة السياسية وقلنا حتى حل أي حزب من الأحزاب لابد أن يكون عن طريق العدال إذن نريد معارضة قوية فاعلة تثمن الإيجابيات وتنتقد السلبيات وتأتي البدايل هذه المعارضة ليست لها البدايل إلا أن الانتخابات مثل ما كان يقول الانتخابات مزورة طيب يوجد معي عبر الهاتف سيد طهر بنبعي بش رئيس حزب فجر الجديد مرحبا بك بحرم ربما استمعت إلى تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سيد عمار سعيداني ما تعليقك على تصريحات والله تصريحات كثيرة من اليوم للأسف الشديد الذين يدعون لتهديم بالحياة السياسية نحن من دعاء تهديم بالحياة السياسية لكن الكلام القبيح والفاحش يأتي من أحزاب المولد للأسف الشديد يعني باش يعمل هذا المستوى كما يقول يضرب لي وشكا ويضرب لي وكا ويسبق لي وشكا أن المعارضة في نظرينها تكون نعم 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 أنا أسمعك السيد وتلقينا المعارضة في نظرينها تكون بما يملع عليها يعني من الجانب الواجب الوطني ومواقفها يعني شفافة وعن المباشر وما بعيدة عن التهديش بعيدة عن السياس بعيدة عن الجسم لكن نحن نتلقى يعني كلام قلم سعودين أنتم الشديد أنه تهديد بالساحة السياسية لن يكون بمثل هذه التصريحات مثل الحزاب الموادات وأزيد من ذلك يعني ذات لهم الرسالة الأخيرة يعني ذات وضعة العمر سيد طهر بن بعيبش سيد بن بعيبش يوجد معي بيالوستوديو السيد صادق ربما لديه تعليق على كلامك أنا من علقش لأنه مسؤول على ما يقوله ابقى معنا على الخط هذا سيد طهر صديقنا على كل حال وأنا لا ألومه هو مسؤول عن ما يقوله ولكن ما أعتقدش أن الأخ الأمين العام عمار سعداني كما يقول هذا المستوى الذي نزل إليه بالعكس هو كانت عنده شجاع بين يطرح همهات القضايا وفي الجوهر انتاح في العمر لأن العمل السياسي أو الحزاب السياسية كما قال الأمين العام واحد عنده ورقة وحزبه كذا ويحاول يقوم بخطاب إحباطي تحريدي بين البلد انتهت البلد مفاواله البلد خربت البلد خلاص نظام انتهى وهذا خطأ والمعارضة في الحقيقة هي مسؤولة على تصرفاتها ولكن نحن كتنظيم سياسي نقول بأن العمل السياسي والعمل الحزبي الأهداف الأساسية والرئيسية هو أن يعمل على استقرار المجتمع والوحدة الوطنية والطورة المجتمع وطرح البدائل منطقية وعقلانية سيد بوغطية إذا قلنا بأن عمار سعداني يقول بأن خطاب المعارضة هو خطاب إحباطي يمكننا القول بأن خطاب أحزاب المولد هو خطاب تخويفي يعني ربما في كل مرة يهددون بأمن البلاد ويتحججون بهذه البلد خليني نجاوب فضل أولا الواقع المعيش اللي عيشينه هو الوضع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر أليست الجزائر مهددة من العديد من الأطراف هذا الشيء لا يمكن أحد أن يقر العديد من الأطراف وهذه مسئولية تقع لعطق كل الأحزاب بدل أن نتوجه إلى العمل على استقرار المجتمع وتهديد النفوس والوحدة الوطنية وإسناد الجيش الشعبي الوطني الذي موجود على ستة ألاف كيلومتر للدفاع للسيادة الوطنية وحدود الجزائر نقوم بعمل تحريضي فتنوي تحت شعارات عديدة ومتعددة والخروج إلى الشارع طيب الخروج للشارع ماذا يفيدك؟ شعب الجزائر أنا أعتقد أنه شعب واعي يدرك ما معنى الفوضى وإلى أين تؤدي به الفوضى وشعب لن ينجر وبالدليل كل الأطرحات حتى عندما راحوا إلى ورقلة قالوا مليونية وهم لم يدعوا لها ولكن تبنوها ما يتجاوز ألف وخمسمائة بشر الألفين حسب ما قال الصحافة التي شاهدت وحضرت طيب لماذا تتخوفون من تهديدات المعارضة يعني في كل مرة يا راجل شكو لي قال لك خايفين من تهديدات المعارضة هذه هي التصريحات إنما تنموا عن السيد عبد الرزق مقري قال بأنه هناك ارتباك في أحزاب في الأطراف الموالية لا لا شوفي حزب جبه التحرير نتكلم على حزب جبه التحرير الوطن لا عن خوف ولا ارتباك ولا نبالي بهذه لنشاء لنعايشين في الواقع المعيش في الجزائر سيد طار بن بعيد ما هو ردك على تصريحات السيد بوغطايا والله رد يعني رد هذا كلام يعني أرفناه منذ مدة يعني هذا الكلام وجبة حلوطاني وتمثل أولا التمثيل ما ذا بي حد الآن ما كاش واحد في الجزائر يعرف نفسه ماذا يمثل أنا عنا الأغلبية سطار نعم عنا الأغلبية في المجالس المنتخبة وفي البرلمان وموجودين في المجتمع المدني في مفاصل الدولة كيفاش معناش تنزيل يا رجل لا لا نعلم أنا بالانتخابات وأنا أول من نجحة في أكثر من محطة انتخابية بإرادة شعب في ولاية سوقراس بكل حرية وديمقراطية أنا عنا بليس أنا عنا بليس طار والكل يشهد على ذلك لا ذلك أنت إلا دخلت الانتخابات بناس خاطينك ما مش مؤناظلين انتعك والشعب ما انتخبهم يا عمي أنت رحت للانتخابات والشعب ما انتخبكش يا أخي هذا اللي نسلوا هذا نعرف ويصادق أنا نحصاب بكل مجوية أنا نحتر بك حتى لا تطردش عني لكن تقول ما كانش تمثيل نحن عنا تمثيل أكبر حزب في البلاد أكبر حزب سياسي وأكبر قوة انتخابية في 1451 بلدية الأغلبية في المجتمع الشعبي الوطني في مسجد الأمة موجودين في أكثر من مئات محافظة جديدة أكثر من ألفين قسمة مئات الآلاف من المناظلين ونفتخر بأننا حزب قوي وحزب يحتل الساعة السياسية إداري يارا جنراسيات إداري جبات حلوة النبر ليست حزبا أصلا لم تكن حزب منذ 30 سن اليوم إذا كذا عاود عاود ما سمعناك لم تكن حزبا منذ 32 سن اليوم هذا بالنسبة ليك أنت لا لا هذا الواقع يا والدي أنا عمليش وأنت حتى أي شخص أنا عمليش يقول أنه جبات تحرير وطني كانت حزبا في يوم ما حزب جبات تحرير حزب عظيم حزب عظيم منتخرجت منه لأسباب ورحت الهيه ورحت ورحت ودرك حزب ورقعت الدور ودقول أنا معارضة هذا كلام لا يعطي بشي يا سيد صادق هذا قرجت ورحت كل الإطارات ما تتكلمش على حزب جبات تحرير سيد طهر غير مو أهل الآن بش تكلم على حزب جبات تحرير تتكلم علي حزبك أو كي لا لا تتكلم على حزب جبات تحرير ما عندكش حق وغير مو أهل بش لا ما عندكش حق كل شيئين مظور ما عندكش حق تتكلم على جبات تحرير أنت غير مو أهل غير مو أهل بش تتكلم على جبات تحرير أسمح لي إذا كنتوا ماتيقين كلم على حزبك حزب الفجر إذا كنتوا ماتيقين من أنفسكم وأنكم تبثلوا أروح لنضبون الانتخاذات تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لا لا هيئة وطنية مستقلة أنتوا من الذين تتربون للأمم المتحدة وأنتم الذين تعتون بالممثل الانتحاد الأوروبي سيد طهر بن بعيبش هذه دليل قاطع بأن الانتخابات في الشفافية والديمقراطية التالية وشعب الجزائيلي سيد آخر انتخابات 17 أبريل 2014 حاولت تقنع الشعب ميراش الانتخابات اتجاوزكم الشعب ورح للانتخابات سيد بغطايا أنت طرحت فكرتك لابد أن تستمع إلى السيد طهر بن بعيبش عليك لك الرد سيد طهر بن بعيبش نستمع إلى تفضل لا أردش عني أخلاص أنا أذكره معاك باش معاك ما عليش تفضل أيضا وأنا أقول لك شيء إن الذي يستجيء للفوضى والصياح والذي لا يملك الحجة نحن نقول أنه لا سهناك حزبا يدعي أن لديه الأغلبية ويمثل الشعب الجزائري لكن هذه هذه حقيقة سيد طهر بن بعيبش هذه حقيقة مترجمة في جميع المجالس المنتخبة كيف حقيقة مترجمة؟ نعم كيف مش مترجمة؟ قتلك هي حقيقة تعكيسها المجالس المنتخبة هذا الشيء لا يمكن لأحد أن ينكره ما معنى وش يعني لا ينكر؟ لا ينكر عدم التمسيس الأفلان يملك الأغلبية يملك الأغلبية بنتظهر يا أخي سبحان الله إنسان إدارة للصبوة والمحادرة تتخذ في الولايات في نوربالي إنسان أغلبية لك أنت أرد عليك طيب سيد بوغطايا سيرد عليك ابقى معنا لا لا خليني أكمل لا أسنالي لا أسنالي لا أسنالي فيما بعد بعد تعليق سيد بوغطايا سترد تفضل أنا سيد طار صديقنا من لوموش أولا حزبه جديد كما يقوله لسه بادي وثاني ندخل الانتخابات وجاب ناس حتى مناظلين في الحزب وإعطالهم لا قريمة ومنجحوش إذن نقول الانتخابات مزورة كما بقيت الأحزاب اللي في المعارضة أن الأحزاب منجحوش الشعب رفضهم لأن خطابهم تحريضي إحباطي تيئيسي الشعب الجزائري لم يعطينا مكثيقها لأن يعرفهم ويعرفهم جيدا وبالتالي يقول لك جب التحرير ما عندهاش الأغلبية وانتخابات مزورة كل محطات الانتخابية شعب الجزائري الذي نحن لنا ثيقة كبيرة تنفيه ينتخب الشعب الجزائري نعم أصبح لي لحظة واحدة فقط اتفضل سيد طار أقوله أقوله لسي صادقه جمعته لو كان نمشي للشفافية ولو كان نروح ننضب